سؤال رأم تليتي بيقول 78% أعطوا إيجابة إنك بتسامحي بس ما بتصالحي لا بالعكس أنا معها الشغلي بس برجع بيقول لكم ما عطيتوني أنه أختار أكتر من امرأة حزيني نوعا ما أنه بحس مش الحزن بمعنى الحزن يعني بحس في داخلي شجن يمكن كل إنسان بيمرق بحياته مرحلة بيعطي نوع من هالإحساس سيدة أنا وفات الوالدي الله يرحمه من أربع سنين يعني صر لها تقريبا لها الفترة صر لها أربع سنين فزرع بداخلي نوع من الحزن يعني أنه تفقد شيء يعني شخص عزيز عليكم مين الأم الأم يمكن هيدا هو سبب حزنك ما في سبب آخر لا أكيد لا أنا من نوع العاطفي نوعا ما مش هم بحكي عن حالي بس بحس حق إنه كل إنسان بيفقد شخص عزيز وطبعا بيغوص بحزن معين بس تكون تتختاري صفة المرأة الحزينة يعني في معاناة نوعا ما بس لها النقطة هادي مش أكتر من هيك بالفعل بحس أنا حتى إذا بعضت عن أهلي الغربة أحيانا بتولد نوع من الحزن نوع من الشوق نوع من العاطف الزادي عن اللزوم وأنا بعترف أنه هالشغلي فيه أكتر من اللزوم يعني بحس أنه عاطفية أكتر من شيء عادي بالنسبة للإحتمال الأول بتعترف أنه بتعترف أنه زوجك سبب مشاكلك هذا كلام فاضي بس أنا بدي أستشهد بموقع صغيري أو مقولي صغيري ذكر أنه سبب خلاف ديانا مع إحدى الفنانات اللبنينيات المعروفات تمنفوت بتفاصيل الأسماء هو أنه لما سئلت ديانا بحضور إحدى الصحفيات عن صوت هذه الفنانة أجابت ديانا بالرد أنا كفنانة لا يحق لي أن أعطي رأيا أن أقيم صوت فنانة أخرى فتدخل زوجك هون وقال هناك نشاز بالصوت ونقلت هالصحفية ما قيل عن لسان زوجك وكانت شرارة الخلاف بينك وبين هالفناني هل اللي أنا نقلته منا معلومات دقيقة بالنسبة لألي بس أنا اللي نقلته هل هو صحيح أو عارن عن الصحة شوف اللي صار أنه أنا عملت اللقاء بوقت مختلف غير ما سهيل كان عمل اللقاء وأنا سئلت وقلت بقولها بكل أعلى صوت أنا مني لجنة حكمتا قيم الأصوات أنا بدي ميني قيمني الناس بتقيم الناس بترفع الفنان هني سبب نجاحه ومش أنا يعني مستحيل يجي إنسان بمجالك يقيمك إلا سوري يعني نابع عن غيري أو عن يعني شيء بباله فأنا مقيمته وإذا سهيل حكي شيء يمكن حكي من منظار آخر هو كمخرج ونحن الفنانين معرضين للنقد أنا معرضي للنقد وتعرضت لأكثر من النقد فقديش بها تكون روح رياضيا وتأبل شيء السلبي والإيجابي وما يعود هيدا بالشيء السلبي على نجاحي كفناني طالما عندي ثقة بنفسي وبالشيء اللي عم أدموا والناس عم تعملني بكل مصدقية وعم بعملهم بكل مصدقية فليش تخاف يعني فأيا كلم من هون أو من هون ما هيأثر علي بس دخلك بمتهت خلافات مع فنانين والله أنا بنسبة لأيلي الموضوع انتهى وكلهم بيحترموا نصدقني ما عندي أي شيء ضد أي فنانين بتسامحي ما بتصالحي بتسامح وصالح يعني شو يعني أنا كانت بتسامح ونقطة نقطة على السطر كنا أوكي بس بسامح وبصالح لا بسامح وبصالح بتصالحي يعني هلا إذا حدا تدخل على خط الصلح بينك وبين أشخاص على خلاف كتير كبير أنت ويهون بتصالحي أكيد ليش الله عطانا يعني نعمة أنه العفو عند المقدرة واللي بيقدر يسامح هذا أنه نعمة عظيمة من رب العالمين فبالعكس بصالحه أنا بدألك شغلة كتير مهمة أنا ما بعتبر حالي ربحت شو ما كان نوع الخلاف بعتبر أنه في خسارة للفن والفنين العربي بشكل عام إذا في خلافات من هذا النوع وبصالح شكرا لعليك شكرا لعليك شكرا لعليك شكرا لعليك شكرا لعليك многие شكرا